السلام عليكم أيها الأصدقاء أنا أدعى راندا ولكن أتيت اليوم لأخبركم بقصة أختي رحمة التي تكبرني بخمسة أعوام بدأت قصة أختي عندما كانت في السادسة عشر من أمورها كان كل من يرى رحمة يقول أنها غاية في الجمال كما أنها كانت تحب أن تنظر في المرآة كثيرا لدرجة أنها لا تفارقها حتى في نومها ذات يوم استيقظت على صوت صراخ أختي ذهبت إلى سريرها وأتت والدتي قائلة رحمة أنت بخير ماذا باك لماذا تصرخي استيقظت فوجدت شابا غريبا يقف عند المرآة وكانت ملامحه مخيفة وقصير وبيديه حجرا كبيرا كان سيلقيه علي لولا أني صرخت ومنذ هذه اللحظة كانت بداية اللعنة كبورت أختي وكل ليلة أستيقظ على صوت صراخها حتى اعتدنا على ذلك وهي أيضا وفي أحد الأيام دخل أبي الغرفة قائلا رحمة لقد تقدم لك شاب جيد ويمتلك وظيفة رائعة ما رأيك؟ لا أعلم ولكن ما دام شاب جيد لما لا؟ حسنا سأخذ معادا معه لكي يأتي وتتحدث معه أو مأت له؟ خرج أبي وعانقتها قائلة مبارك لك يا أختي يا إلهي لا أصدق أنك ستتزوجي ظللنا نتحدث وفي اليوم التالي أتى الشاب الذي يدعى صالح تحدث مع أبي قليلا ثم تركناه ليتحدث مع رحمة وبعد دقائق قليلة سمعنا صوت صراخ صالح وهو يقول هنقذوني منها هنقذوني ركض سريعا من المنزل وسقطت رحمة مغشيا عليها وبعد ساعة أفاقت فقال أبي ماذا حدث يا رحمة لماذا صرخ صالح وركض هاربان وماذا حدث له وكان ردها في غاية الصدمة حيث قالت صالح من؟ أنا لا أتذكر شيئا ماذا حدث يا أبي رأسي تؤلمني خرجنا من قرفة رحمة دون أن يتفوه أحد بكلمة وقال أبي لأمي رحمة منذ صغرها وهي ليست طبيعية أخبرتك أن تذهبي بها إلى الشيخ أنت تعلم أننا قد ذهبنا كثيرا بلا فائدة هناك شيخ كبير في البلدة المجاورة لنذهب إليه حسنا في الصباح البكر سأخذ الرحمة ورندا ونذهب له وبالفعل في الصباح ذهبنا إلى ذلك الشيخ كان هناك العديد من السيدات في الخارج أخذنا موعدا وجلسنا ننتظر دورنا وبعد الساعة أتى دورنا دخلنا إلى الشيخ وأخبرته أمي بكل شيء فقال لها حسنا أذي ابنتك وانتظري في الخارج حتى أنادي عليك لا لن أترك ابنتي سوف أجلس هنا ولن أسبب أي ضجيج لم يتحدث وضع يده على رأس رحمة ثم بدأ يتلو القرآن الكريم ويعلو صوته وأنا أرى جسد رحمة يرتجف بقوة ثم بدأت بالصراخ ثم رأيت جسد الشيخ يرتجف بقوة وفجأة سقط أردان صرخت أنا وأمي بفزع دخل الجميع إلى الغرفة وقال مساعده إنا لله وإنا إليه راجعون لقد توفي الشيخ صعقت مما حدث ساعدت أمي في حمل أختي التي كانت لا تستطيع السير إلى الخارج أخذنا سيارة أجر وذهبنا إلى المنزل ومن يومها تأقلمنا على ما يحدث لأختي مرت أعوام وأختي ما زالت ترى هذه الأشياء المرعبة تقدم لها الشبان لطلب يدها لكن كالعادة عند ثاني مقابلة لها ينفر الكل منها ولا أحد يريد أن يتزوجها رغم جمالها الباهر حتى بيوم دخلت أمي الغرفة قائلة رحمة لقد أصبحت الآن في منتصف الثلاثينات ويجب أن تتزوجي وهناك رجل تقدم لك مطلق ولديه أطفال حسنا يا أمي موافقة حدث كل شيء سريعا اقتصر الأمر على الفاتحة والخطوبة وكذب الكتاب لكننا أقمنا حفل الزفاف في قاعة كبيرة وأخيرا تزوجت أختي وذهبت إلى منزل زوجها وبعدما ذهبنا إلى منزلنا بساعتين رن هاتف أبي وكان زوج أختي يقول تعالوا إلى المنزل حالا أرجوكم لا تتأخروا ماذا هناك يا بني هل الرحمة بخير مرحبا مرحبا نظر لنا أبي وقال لقد أغلق الهاتف هيا نذهب أتمنى من الله أن تكون بخير وصلنا للمنزل وجدنا غرفة النوم محطمة وهي جالسة على السرير تبكي وتصرخ قالت أمي رحمة حبيبتي ماذا حدث أنا والدتك اهدئي أرجوك لا أريد الجلس هنا أشعر بالضيق والحز أريد العودة إلى غرفتي أرجوك يا أمي لماذا يا رحمة إنه منزلك الآن وهذا زوجك لقد رأيت زوجي وهو محروق كليا وعيناه حمرواتين وكنت خائفة للغاية ولم أفعل شيئا سوى الصراخ أخذناها إلى منزلنا وجلبنا لها قارئ قرآن لكنها دائما ما كانت توقف وتقول كفى أرجوك لا أحتمل توقف فقال لهم القارئ أعتقد أن هناك أحد فعل لها عملا سفليا في منزلها ولهذا السبب ترفض الجلوس في المنزل بحثنا ولم نجد شيئا المنزل ليس به أي شيء مرت الأيام وعادت أختي إلى حالتها السابقة فعندما يكون زوجها خارج المنزل دائما ما ترى ظلا يخرج من الحمى أو عندما تكون في الصالة ترى شخصا طويلا أسود اللون يمر أمامها وفي أحد الأيام كانت تجلس معنا في المنزل قالت أمي يقولون أن هناك شيخ جديد موارف عنه الصلاح ما رأيك أن نذهب يا ابنتي لقد تعبت يا أمي أنا لا أعلم ما يحدث لي فجأة أفقد السيطرة على جسدي لهذا أخبرك أن نذهب لن نخسر شيئا ما رأيك حسنا يا أمي ولكن متى سنذهب اليوم فقط اتصلي بزوجك وأخبريه أنك ستمكثين عندنا الليلة حتى لا يقلق وبالفعل أخبرته وذهبنا إلى الشيخ الذي ظل ينظر بداخل عينيها ويقرأ القرآن وكلما قرأ الآيات التي تخص المسى الشيطاني تصرخ رحمة بلا توقف فقال الشيخ أنا أمرك بالخروج من جسدها هيا واتركها بسلام وفجأة تغير صوتها لصوت مرعب يقول لن أتركها لن تصبح لأحد غيري إنها ملكي أمرك أن تخرج من أصبع يدها الآن أخبرتك أنني لن أخرج إن لم تتوقف الآن سوف أقتلك توقف ثم أكمل الشيخ تلاوة القرآن بصوت مرتفع اهتزج السدوراندا بقوة ثم سقطت أرضا وكانت تحاول أن تسد أذنيها لكن صوت الشيخ كان قويا ومرتفع وفجأة رأينا ضبابا أسودا لون يخرج من إصبع يد راندا وهدأ جسدها وسكان قالت أمي ببكا هل ستصبح بخير يا شيخ؟ بإذن الله يا سيدة ولكن أخبرني ماذا كان يوجد بابنتي منذ السنوات وهي تعاني من أشياء غريبة ذهبنا لأكثر من شيخ بلا فائدة لقد كانت ممسوسة من جني وهذا الجني تعامل معها مع الوقت وتزوجها منذ أن كان عمرها 17 عاما يا إلهي كل هذا حدث ولكن كيف يا شيخ دخل هذا الجن جسد ابنتي؟ هل كانت تصرخ في الحمام أو تقف أمام المرآة كثيرا؟ قلت له؟ أجل يا شيخ كانت دائما ما تنظر إلى المرآة إذن هذا هو السبب ونصيحة أبعد أي مرآة من أمامها منذ هذه اللحظة حسنا يا شيخ شكرا لك كثيرا أفاقت وكان وجهها شاحبا قالت ماذا حدث يا أمي؟ أخبرناها بكل ما حدث وكانت علامات الصدمة والخوف تملأ وجهها حمد لله أن كل هذا انتهى ولن أقف أمام المرآة ثانيتان وهنا أعزائي تنتهي قصة اليوم أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة